السلام عليكم كيف انتم وانا بس عليكم بخير نتمنى يا ربيكم كيلقاكم الفيديو ديالي وانتم في تمام الصحة والعافية ان شاء الله نبدو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلي واصحابي اجمعين اليوم ان شاء الله غدي انتقسم معكم واحد تحلية لكا جي بردا الكريم كراميل او للفلام بواحد طريقة اللي هي ساهلة بدون بيض بدون فرن وكيجي رائع كريمي وعاقد يعني واقف بزف كيف ما كتشوفوا معايا والمذاق ديالو فمعلكم غيت جربوه ان شاء الله انا اكيد غدي نال استحسن ديركم فلال لي كنحضروه وح الوقت لي هو قصير بزف مهم غدي زيتش نطوله لكم كتر ندوز نشوف المقادير وطريقة تحضير وفرجة منتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج مكونات او للمقادير دهال فلون او لها الكريم كراميل عندنا واحد لتر من الحليب انا غدي نعمل لتر كامل من الحليب لانا غدي نعمل فلان كبير يعني فلان عائلي كذلك غدي نعمل ملعقتين كبيرتين من النشا او لمايزينة او لدقيق الدراء هنا عندي خمسة ديال معالق كبارين مملوئين دير سكر الخاشين السكر كيبقى على حسب الضوغ وغدي نحتاج كذلك واحد ثلاثة ديال اكياس ديال فلان بنكهة الباني كل كيس كيمشي مع نصف لتر ديال الحليب انا غدي نستعمل ثلاثة بغي نعمل ثلاثة باش يجيني الفلان واقف وعاقد كذلك غدي نعمل هات ثلاثة ديال العلاب ديال فلان اللي كيتباع جاهز عفوان او لهاد الكريم كراميل اللي كيتباع جاهز باش غدي نحصل على واحد المضاق ديال الكراميل اللي كيجي رائع في هاد الفلان وكذلك عندي هنا كأس الا ربع ديال السكر الخاشين باش غدي نحضره الكراميل ديالنا انا ما غدي نعملش الكراميل اللي كيجي جاهز غدي نحضره انا بنفسي عيد منشي اني شاركت معاكم عفوان عدة مرات عدة مرات تحضير ديال الكراميل اللي كنحضر ساهل كنعمل ديك السكر وحل كاسولة وغدي نعملو على النار اللي كتكون عندي متوسطة وغدي نخلي السكر حتى كيدو الحبيبات دياله تماما وكنحصلو على واحد الكراميل اللي كيكون اللون دياله دهبي ماشي ما كنخلي واشي التحرق ولا شي حاجة يلا التحرق يعطي واحد المضاق ديالمرورة ما كيجي شي مزاون صافي انا هنا ما كنحرك بحتاش حاجة يعني فقط كنحرك ديك الكاسولة مرة مرة كنهز وكنحرك على بنا بهات طريقة اللي كتشاهدوا معايا النار عندي متوسطة هاي ده مرة مرة كنهز الكاسولة وكندوره غبيب يدي هاي ده وصح فيه استحسن الإناء اللي غدي تعملو في هاد الكراميل يلكم يكونش إناء اللي تقل شوية باش ميت تحرق لكمش السكر دياله دياله هاي ده حتى كي دوب تماما ما كيبقى حتى تشيحوا بيبا ديال السكر وفي نفس الوقت كنحاولون نحتاطو عندك التحرق لنا هاد الكراميل تش�� هذا الشكل هاداه بعد ما دبلي تماما غدي نفرغ الخليط ديال الكراميل دياله في القالب اللي غدي نستعمل فيه انا هاد الفلون او لهاد الكريم كراميل انا غدي نستعمله في هاد القالبajoي شكل طولي غدي نحاول نفرغ ديكل الكراميل و يعني بسرعة بسرعة نحاول نوزع الكراميل فسط القلب لأنه يجمد أو يقصح فهذا بسرعة نعوده كامل في القلب هذا في هذا القصولة الكراميل هي نيس اللي نخدم فيها الفلان نفرغ الليتر الحليب خمسة معالك مملوئين كبارين السكر يبقى على حسب الضوء لذلك أعجبكم الحلاوة كثير من هذه فقدروا تضيف 1-7 معالق كبارين من السكر الخاشين كذلك سوف نفرغ ثلاثة أكياس فلان 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 التي استعملت بها الفاني كل كيس يختلف من دولة دولة كل كيس يختلف من بلاد من بلاد فمهم الكيس يمشي في نص ليتر الحليب نفرغ ثلاثة كذلك تضيف ديك الملعقتين ديال الناشا ونخلط جيدا يبقى ليش ديك الحبيبات ديال دقيق الدورة ولا ديال الناشا ولا دميزينة عاد غادي نعمل الخليط ديالي على النار وانا كأنحرك النار متوسطة ما غادي نتوقفوش نهائيا على التحرك لان احنا مستعملين النشا ما غادي نتوقفوش نهائيا على التحرك ما دم يعني الفلان فوق النار وانحنا كنحركو حتى نشوفو الخليط ديالنا كيبدا يعقد كيرجع في حاشي كريمة انا غادي نوقف الكاميرا بشيبالكم على هاد الشكل هادا هايدا حاشي كريمة وغادي نتاضر حتى يبدأ الفلان ديالي عملي ديك الفقاعات او لو كيبدأ في حالك يغلي صافي قنطفي على النار وكيكون الفلان ديالي جاهز بهاد الشكل هادا دا بصافي قنطفيل على النار كيفما قلت لكم وهنايا قبل ما نفرغوه في القالب فغادي نضيفو لو ديك ثلاثة ديال العلاب ديال الفلان اللي كيجي جاهز فغادي نضيفو الفلان ديالنا بقي سخن يعني غادي نضيفو نحركو نضيفو العلبة الأولى وكذلك غادي نضيف العلبة الثانية والثالثة فبالنسبة هاد الكراميل هادا تقدروا تسعملو فقط جوج ديال العلاب ديال هاد الفلان هادا وكذلك يتبع جاهز انا بغيت انك هادا الكراميل جيني مجهدة في هاد الفلان فعملت ثلاثة ديال العلاب سافيو غادي نحرك جيدا لديك الفلان ما تخافوش غادي نعرضوه يعني عيكا نعملوه في السخانة فكيدوب يعني كيدوب تماما ما تخافوش يعني وخا هو كيكل مجمد بالحق مليكا نعملوه في الفلان اللي عنا احنا ديالنا وجدنا هو صخون فضغيين كيدوب ديال الفلان اللي عنا جاهز سافيو دابا مباشرة ما كنخليوش عادي يزيدي بردنا الفلان غادي نقفرغو الفلان ديالنا او للكريم كراميل في ديك القالب اللي كننا عملنا فيه الكراميل اللي حضرنا مع بعض ديالنا غادي نحاول نعوط نهبط الفلان ديالي كامل ونعوطه بسرعة لان هانتو ما كنت يفوضغيين كي يجمد وستافيو غادي ندخلوه واجود سويا حتى اربعة سويا او لا ليلة كاملة صافي هنبعد ما خرجت ديالي 4 ساعات غادي نحاول نحييد الفلان من القالب غادي نرشن فقط بالسكين من الفق صافيي كنت اكد بان الفلان ديالي ما غادي يلسقشي ونحاول نعمله هاد الحركة هادو هايدا صافيي نشوف بان الفلان صافي يتحرق لي من قالب ديالو نعرفوا بان صافي ما لا سق موالو ما تخافوش ما غادي سق موالو وسنجيب صحنة او تفصيل ونقلب الفلان الشكل هو رائع جدا نضيد الكراميل نحضر نفرغه الى الوجه ونرغد سائل يطلق الكرام وهذا الشيء الذي يبقى هنا سوف نفرغه على الوجه هذا الطبق الذي قدمته لأنه لديه اليدين الذي يجب أن نقلب في حالي يجب أن نقلب سوف انا اكتفيت به غير هذا لا أريد أن نزيده فهو غير هذا يأتي راقي المنظر والمضاق لا أقول لكم سوف تجربوه وتردو علي الخبار انتم قتفوا القوام دياله عن قرب فكيجي عاقد وكريمي ورائع جدا انتم تشوفوا في حالي عدناه بالبيض وحنا معمنا لا بيض فيه لا تحاجة وكيجي في حالي فيه الجبن هو ما فيه لا جبن لا تحاجة فصفي الفيديو ديالي احتل هنا يوغد يكون تسالة نتمنى يا ربي الوصفة اليوم احتهيت تكون نالت الإعجاب ديالكم إلا عجبتكم ما تنسوني شي كيف ما العدب اللايكات ديالكم وتتعليق الجميلة ديالكم اللي كتشجعوني بها دائما كنقول لكم وكتخليوني نزيد نتقسم معكم وصفات اللي كيكونوا بساطين سهلين وأكيد ناجحين إن شاء الله وكذلك كنبغي نشكر جميع الأخوات اللي تبقوا الوصفات ديالي ونجحوا لهم كنتمنى يا ربي خليني دائما عند الحصن الضن ديالكم صافي نتمنى الفيديو اليوم او الوصفة ديالي كاملين تركتر تجيوهم مع الأحباب ديالكم والأصدقاء ديالكم هيدا بش تعمل فائدة على الجميع علش الله احتل هنا يا غد ينقلكم تهلو لي فرسكم بزاف نهاركم بروك وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة